بين مد وجزر تتأرجح محادثات إيران النووية تتبعد مواقف الأطراف فتحسبها نقطة لا عودة لكنها تعود مجدداً على أمل التوصل لاتفاق في هذا الإطار تأتي زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي إلى طهران ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين ويقول دبلوماسيون إن الزيارة تأتي بهدف تخفيف التوتر بين إيران والغرب بشأن الملف النووي خاصة أنها تأتي قبل أيام من اجتماع مقرر لمجلس محافظي الوكالة الذرية حيث يتعين على القوى الغربية أن تقرر خلال الاجتماع ما إذا كانت ستضغط من أجل إصدار قرار ينتقد إيران لعرقلتها عمل الوكالة الدولية وقبل أيام اتهمت الوكالة طهران بمواصلة زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وهو ما يعد خرقاً جديداً للاتفاق النووي كما أبلغت الوكالة الدول الأعضاء أن أنشطتها للتصديق والمراقبة قوضت منذ فبراير الماضي مع رض السلطات الإيرانية السماحة للمفتشين بالعمل بعدها بساعات حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الإضرار بالمحادثات النووية بسبب مواصفه بالتوجه غير البدنى للوكالة الدولية وتكثف القوى الدولية ضغوطاتها بشأن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مقابل امتثال إيران بشروطه وقد عقدت جولات عدة في فيينا كان آخرها في يونيو الماضي دون تحقيق أي تقدم يذكر حتى الآن اشتركوا في القناة